من بعد أن تم اتخاذه كمركز معتمد في المملكة لإجراء فحص كورونا نجح نادي راشد الفروسية وضمن مساحة أرضية محددة في ضم عشر محطات مجهزة بأحدث المعدات الطبية المهيئة لأخذ المسحة الأنفية من المركبات عشرة مسارب تقود إلى عشر محطات في كل محطة كادر طبي بحريني يقود زمام الأمور باجتهاد وتفوق تتوافر بين يديه إمكانات وتجهيزات لأحدث المعدات وعينات بأعداد كبيرة لفحص فيروس كورونا تحفظ بعناية فائقة حتى يتم استخدامها لإجراء الفحوصات الفورية للقادمين إلى نادي راشد الفروسية والذي تم اعتماده ليصبح من بين المراكز الصحية المعتمدة في المملكة لإتمام الفحص الشخص يقوم بالخالر للمعلومات نتأكد من الـ CPR مالا نأخذ منه المعلومات الكافية هل هو راغب في الفحص رجع من السفر شنهي الإجراءات بالضبط يعطينا الـ CPR نأخذ منه معلومات سريعة أقول بيروح يتقدم حق المحطة الثانية يقوم الشخص المعني بيأخذ منه المسحة طريقة سلسة وسريعة يجونا أول شي عند النافذة هني راح نستلمهم راح نأخذ منهم مثل ما نسميحنا الـ History أو المعلومات يعني الشيخ شنه سبب الفحص بعدين نأخذ منهم له الـ CPR تم عملية تسجيلهم ونأخذ معلومات إضافية مثل مشاكل صحية أمراض مزمنة وهل عندهم أعراض أو لا كملوا مدة الحجر أي نوع من الفحصات هذه وبعدين طبعا نقدمهم قدام حق الفحص رضا كبير على مستوى وطبيعة الإجراءات العملية التي يتكفل فريق من المتطوعين البحرينيين بتسهيلها أمام المقبلين على نادي راشد الفروسية منذ دخولهم بمركباتهم إلى أرضية النادي وصولا للخيم التي يتم توزيعهم عليها لأخذ المسحة الأنفية منهم من قبل طاقم تمريضي متخصص يعني ما توقع توصل بهالسرعة أنا جاي وشفت السيد لآخر هناك بس الحمد لله الإجراءات سهلة ومتيسرة الأمور الحمد لله نطلب من الجميع يلتزم بالاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي حماية إليه وللآخرين إجراءات سليمة يعني متخضين كل الترتيبات حق التباعد بين المرضى أو الناس اللي يتفحص كل شيء ممتاز ما شاء الله والله يعني ما شاء الله تبارك الله إجراءات جدا منظمة ومرتبة من بداية دخولنا إلى التنظيم وطريقة يعني الفرز للسيارات والحالات فجزاهم الله خير صراحة يعني ما كنت متوقع بذي الحجم المركز مركز منظم وتقريبا في عشر محطات البحرين وما تتبنىه من سياسات وخطط ممنهجة تسير وبثبات وعبر تعاون الفئات المجتمعية مع الجهد الحكومي المبذول نحو إنهاء شدة وطأة وباء كورونا وتحجيم مستوى الخطر الآتي منه الأمجاد تصنع بسواعد بانية تقدر حجم المسئولية الملقاة على اعتقها في مواجهة أزمة صحية يعيشها العالم بأكمله طاقات وطنية طبية أخذت على نفسها عهدا بأن تظل في الصفوف الأمامية كسد منيع يقف في وجه الوباء دون ما هواده إلى حين الانتصار عليه لتلفزيون البحرين محمد الشيدات